اشتركوا في القناة الحدث هذا بمثابة توقعات شهرية اللي بركز فيها مزبوط بفهم ايش اللي بصير خلال هذا الشهر وخصوصا مع هذا الانتقال لانه هو اللي بعطيه توقعات شهرية يعني كل اللي بيحكوا توقعات شهرية هم بيعتمدوا على حركة الشمس عشان هيك بدكوا تركزوا بشكل جيد في هاي التوقعات لانه هي اللي بتعطيكوا كيف الشهر هاد اللي هو من عشرين لعشرين من واحد وعشرين لاثنين وعشرين زي هذا التوقع مثلا اللي من خلاله انت بتعرف الوضع كيف ماشي طبعا الكوكب الشمس معروف عنه انه كل شهر بيكون موجود في برج بانتقاله عادة بيكون يوم تسعتاش يوم عشرين يوم واحد وعشرين يوم اثنين وعشرين يوم ثلاث وعشرين على حسب وجوده في اي برج في هذا الفترة طبعا الانتقال راح يكون يوم الثلاثاء واحد وعشرين ستة الساعة تسعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا راح ينتقل تنتقل الشمس من الجوزة لا السرطان وراح تضلها موجودة في برج السرطان حتى تمام الساعة ثمانية وست دقاق مساء من مساء يوم الجمعة اثنين وعشرين سبعة لينتقل بعديها الشمس لا برج الاسد بالنسبة للشمس طبعا الها صفات ايجابية والها صفات سلبية بالعموم بالنسبة لصفاتها الايجابية هي بتعطينا الطموح الصراحة تفاؤل الجراءة الكرم الدينماكية القيادة والاستقلالية اما من ناحية سلبية فهي بتركز على الغرور والانانية والديكتاتورية طبعا لما نيجي احنا عادة بدنا نشوف انه هاي الشمس لما تكون موجودة في برج هل هي راح تكون سعيدة ولا راح تكون نحيسة على حسب طبعا فيه اشخاص بيحسبوا على حسب شرفها وبيتها وهبوطها ومش عارف ايش وبعطوا كل الحسابات على هذا الاساس وهذا شيء خاطئ الصح انك انت بتحسب ماشي بتعطي نسبة للحضوض من هذه الشيء انها في بيتها او شرفها او بهبوطها او وبالها تعطيها نسبة من الحضوض ولكن الاشي اللي بعطي القوة بثبات انك تعطي المعلوم الصح هي انك تعرف الزوايا اللي راح تتشكل ما بين هذا الكوكب وكواكب اخرى في اثناء وجوده في البرج فهنا بتحدد امتى بكون هو في قمة سلبيته او امتى بكون في قمة ايجابيته طبعا هو اثناء وجوده في برج في السرطان راح يكون تقريبا متقلب خصوصا في بداية وجوده في السرطان راح يكون في نسبة من النحوسة وفي نهاية ايام وجوده في برج السرطان برضو راح يكون في نسبة من نحوسة متقلب بالايام العادية حسب اتصالاته بالقمر والكواكب الاخرى ولكن انه قمة النحوسة بداية ونهاية دخوله لبرج السرطان السبب ايش السبب انه لما منيجي بنطلع على الزوايا اللي راح تتشكلها الشمس فملاقي يوم 29 ستة في عنا زاوية تربيع سلبية راح تكون بين الشمس وبين المشتري وهاي زاوية طبعا مش يوم 29 بس تأثيراتها هي بتيجي قبلها بايام وبعدها بايام فعشان هيك هاي زاوية مثلا بتبدد الحضوظ في اي مسعى منقوم فيه نجد انه الحظ تخلى عنا تماما وفي هاي الفترة ما مننصح بالاعتماد على الحظ نهائيا لانه راح يخذو لك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية ايجابية راح تكون بين الشمس وبين اورانوس راح تكون يوم 10 سبعة هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على الادارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز عنا قوة الحدث بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 16 سبعة زاوية اقتران ايجابية راح تكون بين عطارد وبين الشمس وعادة عند حدوث هذا الاتصال تتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعذر علينا فهمها في الفترة الماضية وبزداد التوجه لاجراء الاتصالات والتناقلات او السفريات الضرورية بهاي الفترة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية راح تكون يوم 17 سبعة بين الشمس وبين نبتون وهي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد عنا قوة الحدث بشكل اكبر الزاوية الاخيرة واللي هي زاوية اللي حكينا هي الاخطر تقريبا ما بين كل الزاوية اللي راح تصير خلال هذا الشهر هي زاوية راح تكون يوم 27 زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين بلوتو طبعا هاي الزاوية لها تأثيرات سلبية على مستوى السياسي اكثر من انه على مستوى الافراد ففي هاي الفترة بثور اعمال العنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن تفجيرات والامور اللي شوي بتكون حامية فتأثيراتها مش من يوم 27 هي يوم 27 ذروتها ولكن منجد انه قبلها تقريبا بحدود السبع ايام وبعدها بسبع ايام هاي الزاوية متشكلة فهي قوتها في عشر ايام بيكون وسطها يوم 27 تأثيرها على الاشخاص انها بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين طيب طب ايش تأثيراتها على الابراج احنا بناء يعني ماشي انت حكيت سياسيا وزوايا وقوتها واجابيتها وسلبيتها ولكن ايش الشكل العام لوجود الشمس في السرطان طبعا وجود الشمس في السرطان هذا الحاله بيأثر على جميع الابراج انه في هاي الفترة بيخلقنا اجواء بيتية وعائلية النوع من الحميمية العائلية منرغب في تعزيز الروابط العائلية اكثر كل الابراج ومنجد الراحة داخل جدران بيتنا ومنحاول حماية افراد العائلة الاهتمام بصير في امور العقارات والصيانة التصليحات الافراح المناسبات الاشياء اللي زي هيك كلها بتكون تقريبا في هذا الشهر اما بالنسبة الى موليد برج السرطان واللي طبعا كان بالفترة الماضية فترة صعبة جدا عليهم لانه كان الشمس وهي موجودة في برج الجوزاء هو بيت متاعبهم فضغطت عليهم بشكل كبير وكانت صعبة فعشان هيك الان مجرد ما الشمس دخلت على برج السرطان يعني ميلاد موليد برج السرطان فمنقول موليد برج السرطان كل عام وانتم بكل خير طبعا الان بلشت الفترة تصير احسن ولكن مش بشكل مفاجئ من اول يوم دخلت السرطان على الشمس على السرطان كل موليد برج السرطان واو بدهم يعيشوا بانشراح وإيجابية ومش عارف ايش لا اللي بصير انه مجرد ما دخلت الشمس مثلا اليوم عيد ميلاد موليد نفترض اللي هو 21 ستة او 22 ستة 23 ستة بس توصل الشمس يعني وصلت لدرجتهم هنا بتبلش تعطيهم الطاقة الإيجابية ومن هذا التاريخ يعني من عيد ميلادك هي بداية سنتك الجديدة بتحسب منها بداية سنة جديدة بالنسبة لألك من هذا اليوم بتبلش طاقتك بكامل أوجها بتبلش الأشياء الإيجابية كلها تصير ولكن من مجرد ما دخلت الشمس على السرطان تلقائيا بتصير الأجواء تتحسن بشكل تدريجي على جميع موليد برج السرطان ولكن لما بيجي عيد ميلاد الشخص هو أكثر المستفيد بعدها اللي بعده واللي بعده واللي بعده بالتدريج يعني طيب مين بيستفيد مع موليد برج السرطان من دخول الشمس طبعا اللي بيستفيدوا معهم أول ناس اللي هم الأبراج المائية مثل العقرب الحوت والسرطان هذول أكثر المستفيدين طبعا أضعفهم بهذول الموليد هم كلهم أقوية ولكن إنه في ناس أقوى من ناس الآن الطاقة الكاملة بتكون للعقرب والحوت الترابية اللي هم برج الثور والعذراء والجدي أضعفهم الجدي بيكون ليش؟ لأنه بيكون مقابل السرطان مباشرة بيعطي حضوظ على مستوى الارتباط على مستوى الزواج على المستوى هاد ولكن طاقته بتكون ضعيفة فبدهم يحذروا عن من الأمور الصحية ومن بعض التقلبات في المزاج أما بالنسبة لباقي الأبراج إيش التأثيرات اللي رح تكون عليهم؟ برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هو البيت الرابع لإلكم برج السرطان فعشان هيك موليد برج الحمل واللي طالعهم حمل بيستفيدوا في مجال السكن العقارات الارتباطات العائلية سعادة على المستوى العائلة وعلاقات عائلية جيدة الحالة المادية بهاي الفترة بتكون ميسورة وهي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي جو عائلي جيد ولكن في بداية الشهر ونهاية يعني بداية وجود الشمس في السرطان ونهاية وجودها في السرطان بدكوا تحذروا من شوي ممكن يكون في بعض التوتر العائلي بعض المشاكل أو المشاحنات بسبب ما أو حدث عائلي ما وممكن بعض موليد برج الحمل يكونوا مرغمين على بذل جهود مضاعفة ومستمرة لإنجاز بعض الأعمال العائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور واللي طالعهم ثور هنا النشاط عندهم رح يكون عالي جدا خلال الثلاثين يوم القادمات فرح ينشطوا في أمور الهلاقة بالسفر الاتصالات بيستفيد معهم الطلاب الابتدائي والثانوي في دراستهم في امتحاناتهم بيلعب محيطك العائلي دور مهم جدا في تحسين وضعيتك ممكن تحصل على أرباح عن طريق الأسفار أو التأليف أو تزيد هاي الفترة رح تزيد برضو من قوة ملاحظتك وفضولك الفكري عندك سرعة عالية جدا بصير بالإقناع والنقاش بتحظى بشعبية وتقدير الآخرين في أي مكان بتكون موجود فيه ولكن بداية الشهر ونهاية الشهر بصير عندك ميلة تبذير وتبذير طاقتك تحديدا ممكن تنشغل بأشياء ما في إلها فايدة جهودك بتكون رايحة بالهواء وهذا الشيء ممكن يسبب لك نوع من أنواع التغير دائم في توجهاتك وأهدافك فعشان هيك حاول تركز بشكل جيد واعرف إيش بدك بالضبط برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء واللي طالعهم جوزاء هنا التركيز كله بكون على الأمور المالية أكثر فهنا تتاح فرص مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصل على ترقية أو وضعية ممتازة جدا على المستوى المالي بمساعدة أشخاص دون نفوذ ولكن في بداية الشهر وفي بداية اللي هي الانتقال ونهاية الانتقال بدك تكون حذر من التبدير لأنه هذا الشيء يخليك تبذر أموالك بشكل كبير وبرضه بتزيد من طمع البعض من موليد برج الجوزاء ورغبتهم في نيل الأرباح بأي طريقة حتى لو كانت غير مشروعة وممكن تعرض البعض لبعض الصعوبات المالية برج السرطان زي ما حكينا بالنسبة لموليد برج السرطان واللي طالعهم سرطان بيبدأوا فترة أفضل من سابقتها صحيا ونفسيا وبتزيد من حيويتكم وبتقوي من وظيفة جهازكم الهضمي أكثر تمنحكم شخصية متألقة ومتفائلة عفوية وطموحة جدا طبيعتك بهذه الفترة بتزيد من بسموها الطبيعة العفيفة ولكن شوي ممكن تكون متسلط في بعض الأوقات طبعا بتزيد من حاجتك لنيل تقدير الآخرين بالفترة هاي بشكل أكبر وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط ولكن ممكن في الفترات السلبية أنه شوي تشعر ببعض التوعوكات الجسدية وممكن تجعلك في بداية الانتقال ونهاية الانتقال تجعلك خجول ومتردد وقليل الطموح خصوصا فترة سلبية الشمس وهاي طموحاتك المالية ممكن يصيبها بعض الاضطرابات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد واللي طالعهم أسد طبعا هاي فترة صعبة جدا على موليد برج الأسد لأنه الآن خلص الشمس دخلت في بيت المتاعب فالضغوطات اللي كنت شعر فيها بالفترة الماضية هي بداية أو تمهيد لضغط مدة 30 و 31 يوم فهاي الفترة اللي هي احنا منسميها فترة الغربلة لكل السنة الماضية أشخاص ممكن يطلعوا من حياتك ممكن تنهي أشياء معينة عشان تبدأ بس يجعيد ميلادك تبدأ أشياء جديدة وتبدأ سنتك تبدأ بقوة كامل قوة فعشان هيك هاي الفترة فترة غير مريحة صحيا ونفسيا ممكن بعد موليد برج الأسد يزيد ميلهم للأمور الروحانية وروح التضحية ولكن الروحانيات هاي بتكون فاشلة يعني يحس انه مسحور معمول له عمل مش عارف يش لا هي ضغوطات فلكية هاي بتمر ولم يوصل عيد ميلادك تتكون انتهت وراحت بكل ما حملت ممكن تعرف نوع من أنواع الصعوبة في التكيف مع محيطك وحياتك العائلية يستحسن تجنب النزاعات والخلافات او يعني شوي لأنه الأجواء هيك فيها قوة من العدائية بالأجواء فضبط الأعصاب مطلوب برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء واللي طالعهم عذراء طبعا بينشطوا اجتماعيا بخلال فترة هذولة 30-31 يوم بيتمكنوا من تحقيق مشاريع أو أمني بمساعدة أشخاص دون نفوذ علاقاتكم جيدة مع الأصدقاء هاي الفترة برضو من ناحية سلبية لما الشمس بتصير بطاقة سلبية أو بتعمل زوايا سلبية زي ما ذكرنا في البداية بصير نوع من أنواع الاضطراب في علاقاتك الاجتماعية وصداقاتك ممكن تعرضك هاي الفترة لا منافسة مهنية لأنها هاي فترة أساسا بتكون بسلبية الشمس لما تكون الشمس بموقع زوايا سلبية بتكون فترة غير مناسبة للشراكات ولكن اجتماعيا رح تحصد كثير ورح تنشط اجتماعيا بشكل كبير ورح تبدأ مع أصدقاء جدد أو أصدقاء قدامى يظهروا على الساحة من أول وجديد برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان هنا تدعيم كله بصير على مركزهم الاجتماعي وبيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل ممكن يحققوا نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون فوذ أو ممكن انك تحصلوا على ترقي أو منصب أو سلطة يعني ترقيات وترفيعات وأعمال جديدة فترة للعمل النشطة جدا فيها كثير من المزايا وممكن تتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين بالفترة هذا بيت السمعة ففي مجالات انه ممكن تكرم في مجالات اذا انت خلفت القوانين وجازفت وغمرت بسمعتك انه انت تشوه سمعتك لمدة طويلة فعشان هيك بتحتاج هاي الفترة لبدل جهد أكبر لتخطي وتجاوز العقابات والخلافات اللي ممكن تقف في طريق نجاحك وممكن من خلالها إذا التزامت بهاي المعلومات تتحقق طموحاتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب واللي طالعهم عقرب طبعا هاي افضل الفترات خلال هذا العام بالنسبة لموليد برج العقرب لانه هاي الفترة بينشطوا فيها بالسفر البعيد بالاتصالات البعيدة التعرف على اجانب او التعامل مع اجانب الاتصالات حتى الامتحانات الجامعية ومناقشة رسالة الدكتوراه مثلا او ماجستير او اشياء زي هاي بتعططافات كبيرة حتى العلاقات العاطفية مع الطلاب بين طلاب الجامعات وطالبات الجامعات او حتى الاجانب لخارج البلاد وبيزيد ذكائكم وطموحكم وبتكونوا كريمين ومتسامحين ومتفائلين بهاي الفترة هاي فترة زي ما حكينا مناسبة للسفر او اخذ عطلة او اجازة او مغامرة جديدة اهم اشي في فترة سلبية الشمس تتجنب الدخول في مشاريع كبيرة لانه ممكن يكون فيها بعض الصعوبات او يعني علاقاتك مع الغرباء تكون مش مبنية على دراسة مزبوطة فممكن يخدعوك او ممكن انه يكون في بعض الفشل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا الاجواء كلها رح تتركز على موليد برج القوس واللي طالعهم قوس على البيت الثامن لهو بيت الاموال المشتركة فهاي الفترة بتفتح لك مجالات وفرص لمكاسب مالية بتيجي من شراكة او تعويض او تركة او ميراث او اموال اللي اليك بتستردها بتعطي زيادة في الارباح عن طريق شراكة او زواج او تركة كمان بزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية بشكل كبير شريكك او زوجتك الكريمة بتميل التبذير بالفترة هاي تبذير اموالك ممكن تعرف بعض الصعوبات اه المرتبطة بدين او ارث في خلال هذا الشهر وخصوصا عند انتحاس الشمس وبرضو في بصير فيها هاي الفترة نقص في الحيوية عشان هيك لا تهمل الامراض اللي ممكن تظهر في هاي الفترة وخصوصا زي ما حكينا فترة الزاوية الاولى اللي هي في بداية دخول الشمس على برج السرطان وعند خروجها من برج السرطان برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا زي ما حكينا بالبداية بالمقدمة انه الان الشمس موجود مقابلكم فهو انا بتعزز من شراكاتكم بترغبوا بالقيام بدور اجتماعي مهم وممكن يتحققوا الاستقرار والامن بفضل شراكة او زواج وبتفتح مجال الارتباط بشكل كبير عند موليد برج الجديد اي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية مع الشركاء او تراجع عن قرارات سابقة او مصالحة ولكن في فترة دخول الشمس على السرطان وعند خروجها يعني عند الزوايا السلبية اللي بتتشكل مع الشمس فهاي بتشكل اضطرابات في علاقاتك الزوجية او مع الشركاء بسبب انانية الطرف الاخر او بسبب مسألة الاعتبار الذاتي يعني هيك نفسية وشغلات اللي زي هيك الاشياء الاعتبارية وممكن تجدوا بعض الصعوبة في اقرار وجهة نظركم برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو اللي طالعهم دلو طبعا هنا صار البيت السادس عندكم فبتجدوا ان العمل بدأ يتراكم عندكم بشكل تدريجي بدكوا تنتبهوا لصحتكم برضو بهاي الفترة لانه هذا بيت العمل وبيت الصحة طبعا رح يزيد حبك للعمل ورح تبدو الجهود تكافى عليها بتحتاج لتجديد محيطك او طاقتك هذه فترة مناسبة لا اجراء تغيير على المستوى المهني تطويره عمل جديد علاقات جديدة تقديم على طلبات ترقيات ترفيعات يعني كلها ممتازة جدا ولكن زي ما حكينا في الفترات اللي الشمس بيكون مشكل زوايا سلبية ممكن تصير في بعض الضغوطات على مستوى العمل او مشاكل ما بينك وبينزو ما لأك في العمل فبدك تحذر منها وبرضو ممكن يمر عليك اوقات تمر بوعك صحية يعني تدوم لفترة ما فيه اشي بخوف ولكن بدك تنتبه على صحتك زي ما حكينا اي شيء غير اعتيادي بدك تراجع الطبيب فيه ممكن برضو يمر عليك بعض المتاعب في عملك اليومية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت واللي طالعهم حوت طبعا هذا شهر مميز جدا بالنسبة للكم بتشعروا بقوة الحظ قوة العاطفة الحضوظ المالية وبتمنحكم تقدير الجنس الاخر وممكن تحقق النجاح في بعض مشاريعكم او ارباحكم عن طريق المعاملات العقارية وممكن عن طريق زواج او ارتباط او خطوبة بالفترة هاي فترة مناسبة برضو للتسلية والترويح عن النفس ممارسة هواية تعزيز العلاقة مع الابناء او حل مشاكل بتتعلق في كل هاي الامور في فترة سلبية الشمس بتكن تنتبهوا انه ممكن يصير في بعض التوتر في علاقاتكم العاطفية وهذا شيء ممكن يضر بنجاحك الشخصي لانه انت رح تندمج مباشرة بالمشكلة وتنسى اعمالك والتزاماتك فعشان هيك برضو في فترة انتحاسة الشمس بيستحسن تجنب المعاملات المالية هيك بنكون انتهينا من تحليل واخبار فلكية انتقال الشمس لبرج السرطان طبعا بتمنى كل اشي ايجابي حكيته هو اللي صير السلبية ما تصير وفي النهاية ما هو اللي احنا بنتوقع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر